مشاهدين الكرام اهلا بكم في فقرة جديدة من فقرة جمال المرأة احنا نتكلم النهاردة عن اسباب مشاكل الشعر طبعا هي الحقيقة اسباب متنوعة من اهمها سقوط الشعر اكتر حاجة بتزعج كل ست وبنت هي تساقط الشعر طبعا في اسباب كتيرة جدا سقوط الشعر منها اولا النظام الغذائي الغير سليم طبعا لازم الاول علشان النظام الغذائي يكون سليم اول حاجة هنروح لدكتور طبعا نازم نعمل اول حاجة نروح لدكتور استشاري اول حاجة هنروح لدكتور استشاري وطبعا لو طلب مننا تحليل او نعرض عليه طبعا المشكلة طبعا بيكون اسباب المشكلة طبعا بتبقى نقص فيتامينات معينة في الجسم تيجي كل ست وبنت تقول انا جربت كذا حاجة وما فيش اي فايدة طبعا اول اللي انا عايز اقوله لو جربت كذا حاجة وما فيش فايدة يبقى المشكلة النظام الغذائي بتاعك طبعا لو مش سليم ده مش هيدر شعركه بس وهيدر بشتك وهيدر جسمك كله طبعا اللي انا عايز اقوله اضيف حاجة مهمة برضو بالنسبة لموضوع تساقط الشعر انك الافراط في الاستخدام المواد الكيميائية زي السبغات وزي الكريمات بتاعة فرد الشعر دي طبعا بتسبب سقوط الشعر طبعا رحت الدكتور وعرضت عليه المشكلة اعرف سبب المشكلة وبعد كده اعالج المشكلة بتاعتي خلاص زبطت العلاج بتاعي واخدت الدواء بتاعي اتدي طبعا انظم في النظام الغذائي بتاعي وبعد كده افكر اغذي شعري من الخارج طبعا عرفنا ايه سبب المشكلة وحلناها نبتدي طبعا عايز اقولكو على حمام زيت هوا كويس جدا مجموع زيوت مع بعضها مكوناتها هقولها دلوقتي معلقة كبيرة من زيت جوز الهند معلقة كبيرة من زيت الارجان معلقة صغيرة من زيت الخروع ومعلقة صغيرة من زبدة الشع لو مش متوفرة عندك زبدة الشع ممكن تكتفي بزيت الجوز الهند وزيت الارجان وزيت الخردل زيت الخردل مهم جدا لانه بيحتوي على عناصر مهمة جدا زي عنصر الكابريت وعنصر الزنك وعنصر الحديد طبعا زيت الخردل مهم جدا يعني انت لو ما لقيتش اي حاجة من الزيوت دي هتركزي اهم حاجة على زيت الخردل طبعا نخلط المكونات دي كلها على بعضها وهقول تاني لو مش متوفر زبتة الشيعة ومش عارفة تجي بيها منين هتكتفي بزيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت الارجان وزيت الخردل هتكوني المكونات دي كلها على بعضها هتخلطيه على بعضها وهتبتدي تفريقي الشعر من النص بس يكون الاول الشعر يكون مخصول كويس جدا ويتنشفيه كويس جدا عايزة برضو اديف معلومة مهمة جدا التعامل بعنف مع الشعر لما بيكون مبلول الشعر لما بيكون مبلول طبعا بيكون ضعيف جدا فما ينفعش ان انا امسك الفوطة وانشفه جامد وتعامل معه بعنف ده طبعا هيقصر على الشعر وهيكسر الشعر ويخليه يتساقط على طول حتى لو خدت كذا علاج لازم اتعامل الاول مع الشعر بطريقة صحية وكويسة اخسل الشعر كويس جدا احط فوطة على كتفي لما الشعر يكون مبلول اسيبه ينشف براحته ياخد وقته براحته وبعد كده انا اششفه كويس وابتدي احط الخلطة الزيت اللي انا قلت عليها دلوقتي ابتدي من الجدور للاطراف بحركة دائرية زي مساش كده في فروة الراس من الجدور الاول للاطراف وبعد كده ألم الشعر كويس جدا وحط بني لو مش عندي بني برضو هقولك على حاجة سهلة وبردو موجودة عندنا في البيت هنحط كيس اي كيس بلاستيك يكون نظيف ساعة وتغسيلي شعرك وهو بتعمل مرة كل اسبوع او مرتين في الاسبوع لو انت مكسلة عندك شغل مش فاضية عندك بتنظفي البيت ده بالنسبة لست البيت مثلا هتقولي انا ما عنديش وقت طب اعمل ايه طيب ما عنديش وقت ان انا اعمل كل شوية حمام الزيت مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع اعمل ايه مرة واحدة كل اسبوع سيبيه ساعة ومكوناته سهلة وبسيطة وطريقته كمان سهلة وبسيطة للحفاظ على شعري طبعا كده بتكون خلصة فقرتنا استنونا فقرة جديدة ومفيدة وهنا انتقل دلوقتي لفقرة جديدة مع الزميلة دينا سعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة